كاففان كاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة هكذا أضخط شوارع عاصمة البغاز التي كلفت المليارات في إطار بنامج طنجا الكبرى الذي أطلقه الملك محمد نسادس عام 2013 والذي كان يصب لشعرها نموذجا متفردا لتنمية الخضرية في المغرب ووجهة للإستثمارات الوطنية والأجنبية طرق مهترئة وأسلك تعرض حياة المارينة للخطر وإهمال تسبب في تشويه قبلة سياحية مهمة ينتظر أن تنعش السياحة الداخلية في عزي أزمة فيروس كورونا والتي أضرت بالاقتصاد الوطني ويعول على سياحة الإنعاش هذا الاقتصاد مظاهر عشوائية طغت على شوارع طنجا وخصوصا تلك التي يعتبرها الطنجاويون متنفسا لهم والتي فقدت جمالها ورونقها ويرى البعض أنها عرفت ركودا وسباة عميقا مع رحل الوال السابق وقدوم الوافد الشديد مهيدية على مدينة البغاز خاصة في ظل تناسل مشاكل عديدة ناهيك عن جائحة فيروس كورونا التي أوقفت مظاهر الحياة فهل توقفت عجلة مشاريع طنجا الكبرى لتتفشى مظاهر تزعج الطنجاويين في وقت ينتظرون ما ينفس عنهم بعد حجر صحي طويل تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد